على الآيات والذكر وفي فيض من العطر نفحات عطرة من طيب النبوة تنير مآثر الفكر وإشراقات مضيئة من مشكات الرسالة في فيض من العطر ننطلق فيها من عبق السنة المطهرة تنير مآثر الفكر لننتمس طريق الفلاح في أجواء الشهر الكريم ودرب جاد بالخير يعانقنا فيمنحنا جمالا مشرقا يسري نفحات نبوية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سددوا وقاربوا واعلموا أن أحدكم لن يدخل بعمله الجنة أو لن يدخل أحدكم عمله الجنة وإن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل آفة الآفات عند كثير من العاملين أن الواحد منهم يعمل حين يكون في فورة الحماس ثم يترك العمل فيما بعد وهذا الحديث يصحح هذا المفهوم الخاطئ أحب الأعمال إلى الله عز وجل ليس أكثرها ولا أضخمها في الحجم وإنما أحب الأعمال أدومها وإن قل وإن كان قليلا أيكم أحسن عمل ذكرنا آنفا أحسن عمل أصوابه وأخلصه فالعبرة بحسن العمل لا بكثرته ومن حسن العمل الإدامة والدوام عليه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا عبد الله لا تكون مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل فلنحذر جميعا من هذا الخطأ الذي يقع فيه كثير من العاملين ابدأ بالعمل القليل الذي تطيقه وتستطيع إدامته في قيام الليل مثلا ابدأ بركعتين في الصدقة ابدأ بمقدار قليل من المال تطيقه في الصيام ابدأ بما تقدر عليه في الحفظ وفي طلب العلم ابدأ أيضا بما تستطيعه في كل عمل ابدأ بما تستطيعه وما لا يشق عليك أن تواظب عليه ثم استمر فإذا ظهر لك أنك تستطيع أن تزيد وأن هذا العمل الصغير القليل قد اعتادته نفسك حتى صار جزءا من كيانها لا يمكنها أن تفارقه حينئذ زد شيئا آخر وهكذا تزيد ربحا على رأس المال بعد أن ضمنت رأس المال تضيف إليه ربحا وتستمر على هذا الربح إلى أن يصبح من جملة رأس المال وهكذا حتى تصل إلى ما يريده الله عز وجل منك وفق ما تستطيعه وما تقدر عليه واحذر أن تكون من هؤلاء الذين يبنون اليوم رأس المال ثم يهدمونه غدا فيستمرون على مثل هذه الحال وتمر بهم السنوات الطوال وما حققوا شيئا لا في علم ولا دعوة ولا عبادة في جميع أعمالهم فوضى وعمل منسوف ينسف آخره أوله وتكرار للخيبات وللأخطاء احذر أن تكون من هؤلاء ابدأ العمل الصغير وواضب عليه حتى يكون كبيرا وستجد أثر ذلك في حياتك في سعادتك في النور الذي ينير الله به عليك دنياك ثم في الأجر في الآخرة بإذن الله عز وجل نسأل الله عز وجل أن ييسر لنا إدامة الأعمال والاستمرار عليها خاصة في شهر رمضان هذا الذي سنعمل فيه أعمالا كثيرة نسأل الله عز وجل فيها القبول ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا أن نستمر عليها خارج شهر رمضان أيضا ولو في جزء يسير منها إلى لقاء مقبل بإذن الله سبحانه وتعالى على الآيات والذكر وفي فيض من العطر هنا رمضان ما درسة تنير مآثر الفكر على الآيات والذكر وفي فيض من العطر هنا رمضان ما درسة تنير مآثر الفكر المترجم للقناة